رسائل المشاهدينا راها الاسبوع من البداها مع قصاي ابن عبير قوي اسم قصاي من اسماء الحلوه انت وجميل جدا يا قصاي وانت طموحاتك اكبر من عمرك ورح تغنى كتير ان شاء الله ورح تكون عندك موهبة وهالموهبة رح تعملها على الارض يعني رح تكون موجودة على الارض بنجاح كبير جيج اسم مسعار جيج ما بعرف كيف اختارت هالاسم جيج ما بيقسر بس بتعرف انه جيج اهم من اسمها اهم من اسمها ده الشاعر كتب عنك كتير وما قدر يخدها الشاعر فسمهو باسمها فمشان هيك عن الزوج عم تسألي خيطلع على جيجي اوكي طلع على جيجي انت حتيتي جيجي لحتى نقرأ الاسم بس انا بفضلك تطلع على جيجي لانه جيجي هو اسم منو دلع ومن هالشخص مطول كتير بس اذا انت بتهجر على اوروبا بيكون افضل للك لانه مفتح لك الهجرة للك سيران بنت بهيه حياته كانت صعبة وانفصلت مرتين تزوجت للمرة التالتي وغيرت اسمها لجانا جانا منيه بنات اسمه اسمه بنت اسمه ديدار حياته ملخبطة وتعثرت بدراسته الجامعيه هل بتغير اسمها لجوري او هند وابنها محمد بدلك انه هي حتى متستعر بالاسماء هي من كردستان للعراق لانه مبين الاسماء كردستانيه قبل ما اوصل لا نوصل لا اسمها لكردستان بين اسماء كردستانيه في داره اسماء داره في نوزان هو ده الاسماء كردستانيه هول زباني هان ما بعرف ان شاء الله باكيد بيحضرونا هني دايما وش بدي اقول لا اسم باهية اسم باهية كتير قوي ومساعدك كتير اوكيه حبيبتي وانت ما شاء الله كما بتغيري بتغيري يعني ما بقس اذا انفصلت ما فيه مش كتير عبتتزوج انت حلو كتير وعندك جمالي عندك جمال ما عند حدا على فكرة جمالك بالروح ومش الجمال الشكل عندك جمال بالروح وانت حكواجيه كتير بديك تغير دغرة ع اسم جوري اكيد هند لا اكيد هند ناري جوري ترابي مائي هوائي ناري وبعدين جامعيه بتكمليها على طول دايما بالعراق او بكردستان كلهم اللي بيعملوا دراسات الا ما يصير عندهم عصارات يعني بتوقفهم دراساتهم بيرجعوا بيمشوا فدائما ان اهل العراق اذا سامعينا او اهل كاردستان اذا انتو عم تدرسوا ووقفي تعصارات سواء من من الدكاترة او من الاشي انت رجعت عدوها رجعوا عيدوا مرة واثنين واثلاثة رح توصلوا اخر شي لنهاية المطاف وتحصلوا على سواء على الدكتوراه ولا الماجستير ولا اي شي انتو عاملينن وانت شاطره كتير ما شاء الله عليك بس ما شاء الله مجاوزت تاتو بتوديل ع حياتك ملخبطة كتير بعده ماشي حالك يعني حفض الاحساب نغيري مروه بنت ليلى وزوجه احمد ابن نديمة منها مرتاحة بالسكن بالمنطقة اللي هي فيها وحابة تروح تسكن حد اهلا وهالامر مؤثر على نفسيتها بس زوجه رافض دايما لانو الزوج بيخف البنت ويقعد حد اهلها ويبلش المشاكل لاله ويجعوا راسه لا البنت دايما بتحب اهلها بالعكس بتروحن اكتر بترتاح اكتر وبتعطيك طاقة ايجابيه للك اقدر انا هتسمع مني لانو هذا الشي ما رح يسبب لك مشاكل هتقولي اياتنا انه من زمان وانت حيكون عندك نقديه اولا واخيرا هتسكن قدام اهلك ان شاء الله الاء المدعوه ميمي وايات اولادها اولاد جوايدا عن الدراسه جوايدا طلع مرأة معنا اسم جودي او جودي او جوري اوكي جوايدا مش مظبوط الاسم وخليك على الاء لش لات على ميمي ميمي نحن من غيره الى المضطرين فانت اسم الاء 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 بصورة الرحمن من اجمل الاسماء الاء بألاء ربكما تكذبان يعني كم مره ذكر اسمك الاء سبع مرات اذا بتقرر صورة الرحمن وقرر صورة الرحمن لانو موجود اسميك وانا فضلت اجعله الاء لانو بدي نفتح لك سكة صفة بلا تتغير حياتك كله ان شاء الله وجوري مشان تكمل دراسته بسرعه رقية بنت فاطمة هل في زواج من حميد ابن زهرة حميدي كتر عانيده وكتر حاد وكتير بيطول وكتير بيت وبيعجل اوكي؟ ست روكيه بيكتونتري كتير جايك حدا تاني اذا هو مطول لا يتي مطول كتير عالي أنا جاييني حدا بس يجيك مش بتقول الواحدة بتقول يلا خليني قلو جاييني حدا يستعجيل لا لذا ما عنده حدا واحدة ما تقول جاييني حدا يعني يكون خصه الثاني وبعض هي ما يجايا حدا لكن اذا نوجهت الشخص التاني تقولوا لشخص الاولي اللي بتحبه لا انا جيني حدا بدك ولا ما بدك هيك بتحسموا الامر متل ما بقولوا فانت هيتقدم لك حدا تاني ولا هيتقدم لك خديه ما تنترح حميد لانه حميد مطويل صلاح ابن منانا وزوجته خديجة بنت حسني اولاده سعد جنات بشكل عام صلاح كويس كتير ان الاسمه صالح بالوضع يطلع على صلاح خديجة انت عندك رحانيات بتشوفي بالمنامه بحاجة حدا نشوفلك لا انا ولا غيري وبعدين ولادك سعد من احلى الاسمه جنات كمان اسم كتير حلو مين غنيها بلبنان جنات عمد النظر دايما من احلى الاسمه اسم جنات خليه على جنات على صفر وسعد على صفر بيحمل باسفور اجنب ان شاء الله بيكمل دراسه برا يمكن على طول الوقت اللي بيعده برا بيحمل باسفور مزروري هلأ يحمله بسرعة وزوجك ماشي الحال واسمك حلو انا اسم خديجة تقول عافقك روح اسم خديجة قوية ولا ممكن يا بشخصيته يا بكلمه يا بتحكي كتير يا بتحرك كده ايها كتير يا بتقنعك وهي كزابه وعنده روحانياتك اشتركوا في القناة